حشود السياحي وأهالي البندقية أو فينيسا الإيطالية لم يفوت فرصة مشاهدة جورج وأمل الذين خطفا عرصهما الأضواء من الأحداث الفنية الأخرى حول العالم الموكب المائي على قوارب الجندول جاب مجرى القناة الكبير والمتفرجون يحاولون رسم صورة خاصة عن قصة زواج نجم هوليوود الشهير وزوجته اللبنانية الأصل والمحامية المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان العروس ترتدي فستانا جميلا وتبدو جميلة جدا كان رائعا أن نشاهد أمل وجورج وكان من الغريب أن نرى قطة سوداء تعبر في الجوار ولكن عدا ذلك سيقضيان وقتا رائعا في البندقية حفل العرص المدنية ما لبث أن تحول إلى زفاف رسمي جورج البالغ 53 عاما عرف بمواقفه الشخصية والإنسانية المختلفة بين مشاهير هوليوود وها هو يرسم بصمة أخرى مختلفة بزفافه إلى أمل عالم الدين ذات ال36 عاما التي خطفت حلم الكثيرات من فتيات أمريكا والعالم لكن الحدث قد لا يشكل أهمية لآخرين لم أشهد العرص ولكني رأيت صور التي انتشرت حول العالم والحقيقة أن البندقية لا تحتاج إلى دعاية رغم أن العرص منحنا طابعا خاصا وبالتأكيد در بعض المال على المدينة ومن الطريف أن كلوني كان قد رهن الممثلة ميشيل فيفر أنه لن يعاود الزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته السابقة تالية عام 1993